في الدرس السابق تدربنا على جمع ما يمكن اعتباره الأعداد الصغيرة مثلا إذا جمعنا ثلاثة زائد اثنان يمكن أن نتخيل ربما لدي ثلاث ليمونات واحد اثنان ثلاثة إذا أردت أن أضيف لهم ليمونتان هل أصح ليمونتان أم ليمونتين أي يكون حبة من الليمون الأخضر أو أي حبة من الفاكهة كم حبة من الفاكهة لدينا الآن؟ تعلمنا في الدرس السابق لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس حبات من الفاكهة إذا ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة ونرى هنا أيضا أن هذه نفس النتيجة إذا قلنا اثنان زائد ثلاثة أعتقد أن هذا منطقي لأنه من نفس الشيء فإذا كان لديك حبة من الليمون وأضفت إليهم ثلاث حبات سيكون الناتج خمس حبات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذا الناتج هو خمسة وهذه الطريقة في الجمع عادة تكون بعد الأشياء أو الحبات الفاكهة كما تعلمنا في الدروس السابقة ولكن هناك طريقة أخرى وهي خط الأعداد والآن أرسم لكم خط الأعداد ويمكن أن نكتب الأعداد بالترتيب ويمكن أن نكتب أعداد كبيرة بقدر ما نريد مليون أو تريليون إلى أخره ولكننا لن نفعل في هذا الفيديو فليس هناك المكان الكافي لنبدأ الآن بالصفر وهو أصغر الأرقام وربما تكون هناك أرقام أصغر من الصفر كالسالبة ولكن سنأتيها في الدروس اللاحقة ربما الآن الصفر يعني لا شيء ليس لدينا أي حبات فاكهة لدينا الواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر ولنزيد الأرقام اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر ويمكن أن نزيد أرقام أكثر من ذلك ولكن سنكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الآن يمكن أن نرى ثلاثة زائد اثنان نبدأ بالثلاثة هنا على خط الأعداد وأتحرك خطوتان بعد الثلاثة زيادة على خط الأعداد إلى جهة اليمين برقامين نتحرك إذا هنا باللون البرتقالي سأكتب رقم اثنان نتحرك خطوتان على خط الأعداد واحد اثنان نتوقف عند الخمسة وهي نتيجتنا في المثال السابق إذا كان معي ثلاثة ليمونات إذا وزدناها ليمونتان فإن الناتج هو خمس حبات من الليمون إذا حاولنا أن نرى اثنان زائد ثلاثة وغيرنا ترتيب الجمع نبدأ من اثنان على خط الأعداد ونزيد ثلاثة هنا على خط الأعداد باتجاه اليمين واحد اثنان ثلاثة وأيضا حصلنا على نفس النتيجة كما توقعنا وهي الخمسة مرة أخرى الآن أريد أن أفعل أو أتناول مسائل أصعب في هذا الدرس وسأستخدم أرقاما أكبر نوعا ما وأنا أريد أن أدربكم لتكونوا جاهزين للتعامل مع الأعداد أكبر ولنفكر بمعنى تلك الأرقام التي سنتعامل أو نتدرب عليها دعوني أرفع الشاشة هكذا سأكتب باللون الأرجواني ولنقول أنني أريد أن أجمع تسعة زائد ثلاثة هناك طريقتين لفعل ذلك يمكن أن أرسم دوائر أو لأرسم نجوم مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع نجوم ثم أضيف إليها ثلاثة نجوم أخرى أضع في لون آخر واحد اثنان ثلاثة والآن نعد النجوم لنعرفة الناتج إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر أحد عشر اثنى عشر نجمة إذن الناتج هو اثنى عشر نجمة تسعة زائد ثلاثة يساوي اثنى عشر يمكن أن ننظر إلى خط الأعداد بطريقة أهران نبدأ من التسعة باللون البرتقالي واحد اثنان ثلاث خطوات إلى اليمين فنصل إلى اثنى عشر إذن حصلنا على النتيجة ذاتها تسعة زائد ثلاثة يساوي اثنى عشر بجمع الأرقام الأكبر نوعا ما نلاحظ أنه هنا الرقام أو الناتج مكون من رقامين سنتكلم مستقبلا عن الأعداد التي لها أكثر من رقم واحد وهنا العدد اثنى عشر معروف بالنسبة لكم وهو مكون من الرقامين واحد واثنان الآن ماذا لو أردنا أن نجمع أعداد مكونة من رقمين لنفهم عملية الجامعة بشكل أكبر مثلا إذا جمعت لنقل سبعا وعشرون زائد لا أدري أفكر بي مثلا خمسة عشر إذا سبعا وعشرون زائد خمسة عشر إذا كان لديك الوقت الكافي للعد ولم تكترت لأحد فيمكن أن ترسم سبعا وعشرون دائرة ويمكنك أن ترسم خمسة عشر دائرة أخرى ثم تقوم بعد الدوائر التي لديك وذلك سيعطيك إشابة أو يمكنك رسم خط الأعداد ويمتد لغاية ما نتيجته جمع سبعا وعشرون وخمسة عشر ولكن ذلك سيكون عددا كبيرا وسيأخذ منك وقت لذلك سأريكم كيف يمكن أن تطبقوا عملية الجامع الحقيقي للأعداد بهذا الشكل أو المكونة من رقمين هذه أعداد كبيرة نسبيا ويمكن أن نحلها على شكل التالي الجمال هنا أو ما هو جميل في هذه المسألة أنه يمكن أن نظر إلى الرقم سبعة على أنه في أقصى اليمين وهو منزلة الأحد أو ما يسمى بمنزلة الأحد إذن هنا لدينا العدد سبعة وعشرون مكون من سبعة أحد وعشرين من العشرات إذن هو عبارة عن سبعة زائد عشرين وما هي منزلة العشرات؟ هنا الاثنان في منزلة العشرات تعني أن لدينا على سبيل المثال قطعتان من النقود كل قطعة هي عبارة عن عشر قروش إذن لدينا عشرون قرشا وهذا ما هو معنى منزلة العشرات؟ إذن عشرين قرشا أو اثنان من قطعتان النقود كل واحدة منهم عبارة عن عشر قروش هي عبارة عن اثنان في منزلة العشرات هناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة أو كيف ننظر لهذه المسألة عدا عن رسم الدوائر أو خط الأعداد فأقول هنا مثلا أن أيضا نجمع السبعة مع الخمسة فقط في منزلة الأحد إذن نقول سبعة زائد خمسة وهنا أفكر فيها ذهنيا ويجب أن أكون قد حفظتها ولكن لماذا لا أستخدم خط الأعداد؟ لدينا هنا سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن هي تساوي اثنى عشر إذن وصلنا إلى اثنى عشر عندما جمعنا السبعة مع الخمسة دعونا نكتبها هنا سبعة زائد خمسة يساوي اثنى عشر والآن نقول أن سبعة زائد خمسة يساوي والآن هذه معلومة جديدة ولن تكون خيالا أو سحرا لكن الآن في دروس قادمة سوف أشرح لكم سبب حلها بهذه الطريقة فنكتب سبعة زائد خمسة يساوي اثنى عشر اثنان هنا ونرفع الواحد هنا في منزلات العشرات صحيح؟ السبب هو سوف أعطيكم سبب بسيط أو سوف أشرح لكم سببا أفضل في المستقبل ربما فقط لنقول أن اثنى عشر هو لنفكر فيها أنها عبارة عن عشرة زائد اثنان إذن لدينا اثنان في منزلة الأحد وعشرة في منزلة أو عشرة وهي واحد في منزلة العشرات صحيح لأننا لدينا عشرة قروش زائد اثنان من القروش إذن نقول أن عشرة قروش هي قطعة نقدية واحدة إذن نضع واحد في منزلة العشرات إذن هنا نقول بأن سبعة زائد خمسة يساوي اثنى عشر نضع الاثنان هنا ونرفع الواحد هنا ثم أجمع بنفس الطريقة واحد زائد اثنان زائد واحد دعونا نفكر فيها على خط الأعداد لدينا هنا واحد سأستخدم اللون بنفس جي واحد وأضيف خطوتين واحد اثنان وثم أضيف خطوة أخرى ثلاثة إذن لدينا أربعة إذن نصل إلى أربعة فيصبح لدينا اثنان وأربعون الآن على خط الأعداد إذا أردنا أن نرسم اثنان وأربعون ذلك سيأخذ مننا مكانا ومسافة طويلة على خط الأعداد إذن أفضل أن نتصور بهذه الطريقة أو نستخدم هذه الطريقة في جمع الأعداد المكونة من رقمين لأنها ستعطينا النتيجة بطريقة أسهل لدينا ثمانية وسبعون زائد ثلاثة نفعل نفس الشيء مثل المثال السابق فقط ننظر إلى منزلة الآحد ثمانية وسبعون أو هنا الآحد هي الثمانية زائد ثلاثة منزلة الآحد إذن نقول أن ثمانية زائد واحد يساوي تسعة ثمانية زائد اثنان يساوي عشر ثمانية زائد ثلاثة يساوي أحد عشر إذن ثمانية زائد ثلاثة يساوي أحد عشر وهذه الأرقام في منزلة الآحد إذن نضع هنا ثمانية زائد ثلاثة نضع واحد هنا وواحد نرفعه إلى منزلة العشرات لأنه أحد عشر عبارة عن ماذا؟ يبارى عن واحد زائد عشرة إذا لدينا هنا واحد زائد سبعة يساوي ثمانية فإذا ثمانية وسبعون زائد ثلاثة يساوي واحد وثمانون الآن هناك شيء أريد أن أريكمية ليس في كل مرة تجمعون فيها الأرقام يمكن أن تحتاجوا إلى أن ترفعوا رقما إلى منزلة العشرات فمثلا لدينا ست وخمسون زائد اثنان وهنا ستة زائد اثنان يساوي ثمانية صحيح أرجو أن تكونوا قد تدربتم وحفظتم أن ستة زائد اثنان يساوي ثمانية هنا ولا يوجد شيء أضيفه للخمسة إذا خمسة زائد لا شيء يساوي خمسة فقط أضعها هنا إذا ستة وخمسون زائد اثنان يساوي ثمان وخمسون وهكذا الآن لنمثل ذلك على خط الأعداد وليس من الصعب أن نفعل ذلك فممكن أن نبدأ مثلا من خمسين أو تسع واربعين واحد وخمسين اثنان وخمسين ربما لايك في القطل نبدأ من خمس وخمسين ست وخمسين سبع وخمسين ثمانية وخمسين تسع وخمسين والآن نبدأ من ست وخمسين ونتحرك خطوتان واحد اثنان لنصل إلى ثمان وخمسين وهو الناتج لهذه المسألة ترجمة نانسي قنقر